وأكد الرئيس سيسي أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرية في هذا الإطار شدد الرئيس عبدالفتاح سيسي على أن تحرير سيناء من الاحتلاء ومن الإرهاب ومن كل شر يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد يتم الالتزام به ويتواصل العمل من أجل تعزيزه إن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء شعب مصر العظيم إن تحرير سيناء من الاحتلال ومن الإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من أجل تعزيزه وحمايته وامتدالا لذلك فإننا شرعنا في معركة تنمية سيناء التي تتطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل حتى نوفر لسيناء واقعا جديدا يليق بها وبتضحيات المصرين جميعا في سيناء وفي كل بقعة على امتداد الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة